إذا كان المباراة في مراكب محمد الخامس في المغرب ولكن إحنا معانا دعم ومسندد كل جماهير النادي الأهلي العظيمة في كل حتة في العالم لو روحنا للنحية الفنية الحمد لله النادي الأهلي جاهز لماتش النهاردة لو حضراتكم فاكرين الفرقة سافرت يوم الخميس على طيارة خاصة وصلنا أو وصلوا لمقرر الإقامة يوم الخميس عملوا تدريب يوم الجمعة على ملعب العربي الزولي وامبارح كان التدريب الأخير على مراكب محمد الخامس اللي بستضيف النهاردة المباراة وكان فيه بقى النواحي الفنية اللي تكلم عليها والتيكتكية اللي تكلم فيها مستر كولر والجميع شارك والحمد لله ما فيش إصابات في المجموعة اللي مسافرة والكل جاهز من أجل المشاركة بإذن الله رب العالمين في مباراة النصر مباراة التتويق باللقب رقم 11 اللي هو حيكون طبعاً الأيمة الأساسية والاحتياطية من اختيار المدير الفني مارسل كولر واللي هو قادر واحد بالحالة الفنية والحالة البدنية والزهنية والمعنوية للعاب الفريق إن شاء الله يكون اختياره موفق إن شاء الله تكون إدارته للمباراة موفقة صحيح نادي الوداد المغربي زي ما قولنا بيمتلك عنصر الجماهير وعنصر الأرض ولكن إحنا كمان عندنا جماهيرنا ودعمها ومسندتها للفريق والدعاء لها دايماً وهناك زي ما قولنا حضركم الجماهير الجميلة اللي احنا شفناها واللي بتشجع باسلوب مصري مغربي على أرض مغربية متواجدة في الملعب إن شاء الله برضو ومسندت الفريق وعندنا عزيمة وإصرار واتموح اللعيبة وشخصية لعيب النادي الأهلي وروح الفانيلا الحامرة ولعيبة النادي الأهلي اللي عايزين يضيفه للتاريخ تاريخ ليهم وللنادي نادي الأهلي ولعيبة النادي الأهلي على فكرة أنا عايز أقول حاجة برضو هي بطولة البطولة رقم حنزيد رقم إن شاء الله بإذن الله وخلينا متفقلين أنا من نوع اللي دايما بحب متفقل كابتن محمود الخطيب بيسلم على اللعيبة قبل مغادرتهم بقى بإذن الله رب العالمين لملعب المباراة وأعتقد كله ثقة في أبناء إن شاء الله للتتويج باللقب والرجوع بالكأس لأرضنا الغالية أرض مصر الحبيبة بإذن الله رب العالمين طبعا كابتن محمود الخطيب أنا عارف إن بتبقى اللي عملية بالنسبة له صعبة شوية ومترقب اللي حيحصل ولكن هو عنده ثقة في ولاده وزي ما بقول كده ولاده إن شاء الله إن شاء الله مش هيغزله ولا هيغزله جماهير النادي الأهلي العظيمة إن شاء الله البطولة لنا خلينا متفقلين أنا واحد من الناس متفقل جدا 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 النهاردة إن شاء الله المكسب للنادي الأهلي التتويج للنادي الأهلي إن شاء الله النهاردة البطولة حمرة وليلة حمرة بإذن الله رب العالمين ونبقى سعداء بها جميعا إن شاء الله النهاردة علي معلول وليا كلام عن علي معلول علي معلول لعيب كبير محمد عبد النعم لعيب كبير من الأعمدة الأساسية في النادي الأهلي كان الماتش اللي فات قبل الماتش لو تفتكروا حضراتكم كان غاب عننا الشناوي والبعض كان متخوف من مشاركة شبير لأول مرة في مباراة زيديات ولكن مصطفى شبير أثبت إن مستقبل النادي الأهلي ومستقبل منتخب مصر لحرص المرمى في إيد أمينة بعد تقلقه اللافت للنظر في المباراتين الماضيتين ولكن بقول لحضراتكم النهاردة أي حد يلبس الفانيلا الحمرة شخصية النادي الأهلي تركيز عزيمة إصرار روح عالية ما يهمناش الجماهير الجماهير زي ما اللعيبة ومستر كولر الجماهير مش هتبقى جوه الملعب